عملية تصغير السادي من العمليات المهمة ومن العمليات المنتشرة جداً بصورة كبيرة جداً في مصر وفي منطقتنا العربية احنا بنعمل عملية تصغير السادي للسيدات والبنات اللي بيبقى حجم السادي عندهم كبير وبنعملها لأجراء الطبية والأجراء التجميلية وده لأن مشكلة حجم السادي الكبير بيسبب طبعاً إحرار كبير جداً للسيدات والبنات خصوصاً لو كانت البنت سنها صغيرة حجم السادي الكبير بيسبب مشاكل في العمود الفقري في فقرات الظهر وفي فقرات الرقبة بيسبب ألام شديدة جداً في الظهر وفي الرقبة وأحياناً بيسبب إلتهابات في الجلد عملية تصغير السادي عملية مش صعبة مدتها بتبقى حوالي من ساعتين لتلات ساعات وهي بيبقى لها طرق متعددة جداً فيما يتعلق بطريقة تعاملنا مع الدهون الزيادة والغدد المتضخمة الموجودة في السد برضو بتتوقف طريقة العملية على حسب درجة التراهل وعلى حسب حجم السد الجرح بتاعنا ممكن يكون ليه أكتر من شك الجروح بتلتائم تماماً في خلال أسبوعين وبنستعمل كريمات لمدة شهر أو لمدة شهرين بعد العملية علشان نحاول نخفي أثار الجرح بأقصى طريقة ممكنة فترة النقاها بعد العملية بتكون من أسبوعين لثلاث أسابيع والنتيجة النهائية تماماً بتكون بعد حوالي شهرين بعد ما يكون التورم اختفى تماماً ارتبط اسم دفنة بعلاج مرض السكر أكتر من ارتباطه بالمرض نفسه بمعنى إيه؟ يعني في البحث على شبكة الإنترنت أو في الصحافة العالمية والمحلية هتلاقي دايماً اسمه مرهون باكتشافات وابتكارات علاجية بتقول وتأكد أن السكر أصبح له بدل الحل عشرة وده بفضل التطور الطبي العظيم اللي ضيفنا يعد جزء أصيل منه النهاردة هو مشرفنا في الاستوديو الحكيم في بيتك ومش هيبخل يكلمنا على العشر حلول كلهم مش حل واحد بنرحب بالضيف العزيز الأستاذ الدكتور أسامة حمدي أستاذ الغدد الصماء والسكر بجامعة هارفرد أهلا بك يا دكتور ومشرفنا في استوديو الحكيم في بيتك أهلا دكتور أحمد وأهلا بجامعة المصريين في الأول يعني طبعاً مرض السكر هو الشاغل يعني شاغل للشعب المصري كله وهو ليه أثر عالمي في العالم كله ليه هو عالمي كده؟ ليه الناس كلها بتفكر فيه بالطريقة دي؟ بتفكر فيه اللي أنها نساته ما هو مرض السكر من الأمراض إحنا بسميها الأمراض الغير السارية أو الأمراض المزمنة اللي ملهاش أعراض فلإن المرض ملوش عرض غير يمكن تباول الزيادة أو بعض الأرحاق أو كلام منها الحاجات اللي الناس عرفاها دي؟ بالضبط الشخص موش منتابه لهذا المرض إحنا في الولايات المتحدة عدنا طبعاً كان فيه اهتمام كبير بالسكر لكن ما كانش متخيلين الكوست اللي ممكن يسببه مرض السكر يعني كمثال بتصرف النهاردة في الولايات المتحدة على مرض السكر 327 مليار دولار مليار مليار دولار دولار وبتزيد كل خمس سنين 41% أنت متخيل؟ حوالي تقريباً 43% من التكلفة بتتم جوه المستشفيات لعلاج مضاعفات مرض السكر وده كله لعدد كام 29 مليون مريض بالسكر يعني المبلغ ده مش بس بيتصرف على علاج وأدوية السكر أو أجهزة السكر لا ده بيتصرف على المضاعفات اللي بيسببها السكر بالضبط كده يعني لما نيجي في مصر مثلاً نلاقي إن 11% بتصرف على علاج السكر وتسعة وتمانين في المية بتصرف على مضاعفات مرض السكر فطبعاً المشكلة إن لما يكون عندك مرض لا هو فيه سخونة ولا أعراض ولا سبب مباشر أنك تروح للطبيب ولا وجع ولا ولا أي بضبط بإضافة للتكلفة العالية أنت بتعمل إيه؟ ما بتروحش ما بتتبعش ومش بس كده عدم موجود الوعي بيخلي ناس كتيرة مستهترة بالمرض إيه يعني لما سكر يكون عالي 200 ولا 300 حتى يمكن بعض الأطباء سعاتي يبقى يعني مش حريس أو إن هو ينظم له السكر بالشكل المطلوب فالنتيجة إيه؟ نتيجة المضاعفات بتظهر بدري وبتظهر بصورة يعني ممكن تكون سيئة جدا يعني برضو من المعلومات اللي ممكن ناس ما تعرفهاش إحنا عارفين إن فيه مضاعفات للسكر على العين لكن تخيل كام برسنت نسبة قد إيه لما يتشخص السكر لأول مرة يكون عنده مضاعفات على العين حوالي 20% فقط 20% عندهم مضاعفات قريدي اللي بيتشخصوا 20% لا وهو رايح يتشخص لأول مرة بالسكر عنده مضاعفات 20% من المرضى عندهم مضاعفات على العين بدأت يعني مش مستني إن هو يجي له السكر أو يستمر بمرض السكر لسنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة عشان يجي له المضاعف ده هو لإنه أهمل السكر وما يعرفش عنه شيء مش بتابعه كويس ولا بتابع مع الدكتور باستمرار فالنهارده يمكن النسب بتزيد بشراسة يعني منطقة بتاعة الميدل إيست بالذات متوقع إن الزيادة فيها تكون ثلاث أضعاف العدد الموجود حاليا من مرض السكر في سنة 2030 من العدد الحالي ده في خلال عشر سنين من النهار ده عشر سنين من النهار ده ثلاث أضعاف ثلاث أضعاف مع إن عدد السكان مش هيزيد ثلاث أضعاف عدد السكان مش هيزيد أو يمكن يزيد طبعا أكيد عدد السكان مش هيزيد لا مش هيزيد ثلاث أضعاف هو تعداد السكان هيزيد أو النمو السكاني بيزيد بنسبة 3.12% السكر بيزيد بنسبة 4.12% سنوات فنسبة أعلى كتير من النسبة حتى زيادة السكر طب المعدلات العالمية قد إيه نسبة الإصابة بمرض السكر عالميا قد إيه الإصابة ما تقدر إلي أنت عندك العلم ده أنت عاوز تقول فأنهي منطقة نسبته ناخدها مناطق مناطق يعني نيجي مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية النسبة تقريبا حوالي 8-9 بكتير 10% بالمقارنة في مصر النسبة حوالي 15% من البلغين من البلغين من البلغين اللي هو فوق سنة 20 فأنت النهاردة عندك 8-2 من 10 مليون مريض بالسكر في مصر والإحصائيات تلاقيت أني حوالي يمكن 3 مليون أو أكتر ما يعرفوش نعظم سكر يعني يمكن أن يوصل لغاية 11 مليون مريض بالسكر أنا كنت لسا أقول لحضرك دول اللي إحنا قدرنا عملنا لهم إحصائية وعرفناهم أكيد فيه نسبة كبيرة مش عارفة ونسبة بزيد سنويا المتوقع في سنة 2030 يوصل العدد ده لحوالي 18 مليون أسف يوصل لـ 15 مليون طب ليه الفرق الكبير بيننا وبين دولة زي أمريكا أو دول زي أمريكا؟ دي لها أسباب كتير لها أسباب كتير يعني إحنا لسا مخلصين بحث حديث جدا جدا عملينه معه بالتعاون ما بين هارفرد وجمعة المنصورة وجمعة الدلتا وكان فيه بحثين من جمعة بنها وجمعة عين شمس وخدنا الطلاب ما بين سن 19 و22 سنة طلبة الجمعة عدد كبير حوالي 1050 طالب أعلى وعندنا إحنا بعض المعادلات نعرف بيها استعداد النريض للسكر ليك عينة تخيل في السن ده وذا سن صغير وازنه حتى ما وشي لسه زايد الاستعداد للإصابة كان 47.5% نصهم؟ نصهم يعني إيه استعداد للإصابة يا دكتور؟ ما هو استعداد للإصابة إحنا فيه ثلاث مراحل استعداد للإصابة وحاجة مرحلة بنسميها ما قبل السكر اللي هي بري ديابيتس وبعدين مرحلة ديابيتس العيان بقى يعني أنت في أمريكا مثلا عندك 29 مليون عندهم ديابيتس وعندك 86 مليون عندهم استعداد اللي عندهم استعداد في خلال خمس سنين 15 ل 30% منهم اللي عندهم استعداد بيجرهم سكر النهاردة مصر نمرى 8 في العالم في عدد مرضى السكر طيب أنا عندي هنا سؤال مهم لأن الناس اللي عندها استعداد دي حتقلقنا كلنا ما هو ليه بقى أنت كنت عاوسة تأل ليه ليه دورنا في العينة اللي اتعاملت عن الأسباب إيه اللي علاقة مباشرة مع مرض السكر لقينا حاجتين في الشباب دول أول حاجة الوجبات السريعة اللي بيأكلوها اللي عندهم بيأكلوا وجبات سريعة ووجبات خلاجية وكلام ده عندهم إصابة أعلى والحاجة التانية الضغط النفسي ده حضرك قلت لي حاجة جديدة وجبات سريعة ودي ممكن والضغط النفسي أنا كنت تفاكر الوراثة بتلعب دور في نقل المرض في نفس العيلة برافو عليك ده تمام العامل الوراثي مهم جدا 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 لكن في حاجة احنا بننساها اللي هي احنا بنسامها دلوقتي الإيبي جيناتكس إيبي جيناتكس إيه اللي هي تفاعل الجين مع الانفايرومنت بمعنى الجيل اللي موجود ده عنده نسبة سكر أعلى من الجيل اللي قبل والجيل اللي جاي عنده نسبة سكر أعلى من الجيل الحال يبقى كده احنا عندنا تلات حاجات وراسيا ممكن وبعدين العوامل الجديدة اللي هي الأكل برة الأكل برة بصرف النظر بقى واجبات سريعة أو واجبات بطيئة بس هي فعلا الأكل برة مش مضمون والحاجة التالتة اللي هي الضغط النفسي أنا بقى حاجة عند الضغط النفسي دي واقف عندها شوية بعد إذن حضرتك الضغط النفسي ده يعني في المواصلات في العمل في البيت في كل حتة فيه ضغط نفسي خصوصا في بلد زي مصر احنا برضو تعداد سكاننا كبير وكل الناس عندها ضغط نفسي لو ده ممكن يكون عامل من عوامل الاصابة بالسكر نتجنبه ازاي او يعني نقلله ازاي وهو الاول نفهم ليه الضغط النفسي بيعمل السكر او له علاقة الضغط النفسي بيخليك زي ما كان ما كان خاطئة ازاي انت اي تحت اي سترس بيطلع مجموعة من الهرمونات احنا بسميها سترس هورمونز ايه السترس هورمونز منهم هرمون الادرينالين ومنهم هرمون الكورتزول هرمون الكورتزولين بيكسر الدهون في الجسم وهرمون الكورتزول يكون الدهون حوالين منطقة الخاصر الحزين بيسمونه الحزين وعشان كده اهم سبب للسكر من نوع التاني في مصر هو السمنة وسمنا بالذات فين في منطقة الخاصر كويس وللأسف بعض الشعوب العالم عندها استعداد عالي لتكوين الدهون في منطقة البطن التجويف الداخلي للبطن احنا بنسميها انترا ابدومنال او فيزر الفات وده ممكن يكون كيلو او اثنين كيلو بس من الدهون جوه منطقة البطن يعني مثلا لما نبص شعوب جنوب اسيا زي الهند او جنوب شرق اسيا زي الصين او اصول الهنود الحمر والقبائل اللي كانت موجودة في جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك وما الى ذلك دون نسبة سكر عندهم عالية جدا ليه لانه بيكون الدهن الداخلي في منطقة البطن بسهولة شعوب المنطقة العربية عندهم نفس الاستعداد فمجرد ما بيبدأ يزيد في الوزن مجرد عدة كيلوات في زيادة الوزن يبدأ يكون الدهون في منطقة البطن الضغط النفسي بيزود الضغط العصبي بيزود اتجاه الدهون لهذه المنطقة ده ببساطة يعني ان الواحد لو كان الزيادة حيتخن حيكتسب وزن زيادة بس المشكلة ان في حالة الضغط او الضغوط النفسية الوزن الزيادة ده حيروح يتكون في حتة معينة نتيجة الهورومينات اللي حضراتك ذكرتها بالظبط فهنا توزيع الدهون نتيجة الضغط النفسي هو اللي بيساعد على الاصابة بمرض السكر ده سليم طب هل ده معناه ان لو انا لو شفنا مثلا الناس اللي هي عايشة بهدوء شوية وبتاكل زيادة ده التوزيع بتاع الدهون ده مش هيبقى بالطريقة دي فهيبقى عندهم نسبة الاصابة اقل مش للدرجة هو طبعا الاكل بزيادة في الصعرات الحرية والاكل النشويات بالذات بنسبة عالية هيؤدي لزيادة الوزن وزيادة الوزن ممكن تكون زيادة عامة في الجسم او زيادة الجسم بيوجهها بشكل معين بناء على الجينات بتاعتك وتكوينك الوراسي وبناء على الهرمونات اللي موجودة في الجسم لازم تعرف ان في حوالي 34 هرمون ومادة كيميائية جوة المخ بتتحكم في وزنك يعني الناس تقول مثلا اللي زيادة في الوزن ده يعني لا امد اللي زيادة في الوزن ده ضحية ضحية لان انت عندك جهاز موجود جوة المخ بيوجهك لطريقة معينة والاكل حتى معين وعند ميموري ذاكرة لوزنك وتوزيع الدهون جوة جسمك الحاجات دي كلها النهاردة احنا بنحاول قدر امكان نفك الشفرة دي وطريقة فك الشفرة دي حساعدنا كتير جدا ان احنا نفهم ليه الدهن بييجي في هذا المكان ايه اللي ينزلو ايه اللي يحسنو ازاي الحالة النفسية تتغير بطريقة ايجابية الى حد ما احنا طبعا احنا نشوف يعني في مجتمع طبعا الكسافة السكنية عالية البليوشن عالي التزحم عالي فانت هتجنب ضغط نفسي ازاي بقى في العمل في الشغل في المواصلات عمليك صعبة طبعا النهاردة مع التوسع والعمران والانتدادات الكبيرة واللي عيش في اماكن ابعد يمكن ده حيحسن ده حيحسن يعني لو ضغط النفسي موجود بس واحد بيراعي الاكل بتاعه كويس قوي بيأكل اكل صحي ما بيأكلش من برا هل ده حيجنب العامل النفسي في الاصابة بالسكر ما هي عوامل متشابكة كلها متشابكة متشابكة يعني طبعا انت قللت عامل لكن المهم لسه الرياضة عندك جزء كبير يعني هتكلم عن جزء البيهيفير لكن الرياضة عندك مهم التغذية عندك مهم مريض السكر محصلة لاشياء كتيرة ممكن تمشي خاطئة وتأدي الى السمنة وتأدي الى مرض السكر ده حاجات متهيقلة مهمة جدا بس انا سمعت برضو ان السكر دلوقتي بيبقى ليه تخصصات كتيرة قاوة تشتغل عليه ايه هي التخصصات اللي بيستلزمها مريض السكر ان هو يتعاون معها ما هو ما تشوف احنا كده دائما نقول ايه الطبيب اللي يعرف مرض السكر يعرف الطب كله ليه لان مرض السكر بيمس اعضاء كثيرة جدا كثيرة جدا من الجسم يعني زي ما ذكرت العين واحد منهم واهم سبب ليه فقد البصر من اهم سبب فقد البصر في مصر هو مرض السكر ولهذا السبب مريض السكر في مصر اكتر من بر اكتر كتير كمان لان اهمال المرض او ارتفاع مستوى السكر في الدم او ماذا ذلك لكن اللي انا عايز اقوله ان مريض السكر لو فحص مثلا عينه سنويا زي ما احنا بنقول بالكتاب مريض السكر لازم يفحص عينه سنويا لازم وانا يعني بوجهها لكل مريض بالسكر ده احد التخصصات اللي احنا لازم وطبيب العيون بيحدد اذا كان عنده استعداد لنزيف العين او لتأسر الشبكية او تأسر النقطة المبصرة في العين ويقدر يلحقها بدري يعني ممكن يعمل تعمل ليزر او تعمل علاج او حقناء او ما لذلك ممكن تتلحق بدري ده تخصص تخصص تاني الكل انا حلق رقم صادم ده من الابحاث اللي موجود هنا في مصر تلاتين في المية من مرضى الفشل الكلوي في مصر بسبب السكر يعني انا عارف ان الفشل الكلوي كانوا دايما يتكلموا علشان الناس بتشرب يعني ما بتكلمش عالمدن لكن حتى برى المدن بيبقى الناس بتشرب مية ممكن ما تكونش صحية بالشكل اللي مفروض تكون عليه كمان مرض السكر جزء منهم تلاتين في المية بيبقى من مرض السكر بسبب مرض السكر بصدر دكتور احمد النهاردة عاوزين نمنع الفشل الكلوي تلات حاجات يتعالجوا لو مريض عنده سكر يتعالج لو مريض عنده ضغط يتعالج والتسممات من الاكل او البيئة او مالز او البيئة دي حاجات اساسية لمنع النهاردة وزارة الصحة والحكومة المصرية بتصرف مبالغ خرافية على غسيل الكلب وعلى زرع الكلب واو واو انا لو جيت شفت خريطة امريكا من عشر سنين فاتت حسب مكينات زراعة الكلب مكينات أسف غسيل الكلب هتلاقي الصورة بقت قاطمة الخريطة متغطاة تماما من عشر سنين للنهاردة فتلاتين في المئة من مرضى الصور عشان كده احنا مريض السكر نقول له ايه انت لازم تفحص حاجة اسمها الزلال الدقيق مايكرو ألبوم في البول كل سنة يمكن ساعات كل ستة شهور لان لو عرفنا ان ده موجود بنعرف يعني لفترة مبكرة جدا ان فيه اتجاه في طريق الفشل الكلب وده برضو حاجة سهلة جدا ومريض السكر لازم يعرفها ولازم يعملها الحاجة التالتة اللي هي التهابات الأعصاب الترفية ودي بتؤدي إلى قرح القدم وتؤدي إلى البتر من أهم أسباب بتر الأقدام مرض السكر لكن الالفان تنظرون زي ما بقولوا أو حاجة كبيرة بقى هي أمراض القلب وأمراض الشرعين 65% من مرض السكر بيموتوا إما بجلطات القلب أو بجلطات المخ ده كده إحنا دخلين على كل التخصصات الطب ما أنا بقول سعدت لما واحد بيسألني مرة بيقول لي إيه بيقول لي هو يعني عرار قول لي السكر فبتقول له السكر ده زي السوس أنت ما تشوفوش لكن تشوفو إمتى أول ما البنيان يبدأ ينهار ما أي حاجة من اللي عدراك ذكرتها دول يبتدي العيان يشتكي منها وبعدين ممكن يكتشف أنه عنده السكر أنا بقول تلمزيتي واللي بتضربه عندي أول حاجة يقول المريض يخش لك حط إيدك على رجله وشوف النبض وشوف الإحساس إذا النبض ضعيف في الرجل والإحساس ضعيف وده لازم يتفحص كل زيارة للطبيب اللي هي المفروض تكون كل ثلاث شهور يعني من ثلاث لست شهور ده لازم متابعة مستمرة لمرض السكر طيب يعني إحنا عايزين نعرف السكر ممكن يكون صديق جميل للإنسان الزي أو للمريض علشان بعد كده نشوف الطرق الجديدة لعلاج السكر احترموا يحترمك ما هده ببساطة شديدة احترم مرض السكر هي الأكل الصحي التغذية السليمة الخاصة مرض السكر ممارسة الرياضة أخذ العلاج التحليل المتابعة المستمر ببساطة ببساطة معلش يا دكتور تيم علشان الناس تحفظهم لأن دي حاجة مهمة والناس أكيد قلقانة يعني فإحنا عايزين نقول حاجة مهمة طب أنا أقولها لهم بطريقة تاني فضل عندي للمرضى هم حتى دلوقتي يعرفوا يقولوا حمدي A to I A to I A B C D E F G H I A A A B E C نفهم الناس هي ونعرف إيه الأهداف بتاعتها A دي إحنا مسماء A1C A1C اللي هو معدل الجليكوز أو معدل السكر التراكم لازم يكون تحت سبع على العموم بالنسبة للناس في ناس كمان نحتاجة أقل أو أكتر بس تحت سبع فمريض السكر يحل التحليل ده كل ثلاث شهور يشوف إن النسبة دي يبقى تحليل السكر أول حاجة أول حاجة إيه تاني حاجة اللي هو التراكم إيه خلاص B اللي هو ضغط الدم ضغط الدم آه يغيب حص ضغط الدم أو يجيب جهازي يغيب حص ضغط الدم دي سهل ودي سهل أو في الصيدالية يغيب حص ضغط الدم ويحافظ على ضغط الدم ودائما تحت المية واربعين على ثمانين تحت المية واربعين ثمانين يعرف إن هو في الجزء الأيمن آه C ودي مهمة جدا اللي هو الكوليسترول ناس كثيرة بتهمل الكوليسترول أو بتتخيل إن الكوليسترول بتاعك أنا عالي أخدت علاج وتحسن أوقف الكوليسترول لازم بذات اللي هو الكوليسترول الضار اللي احنا بسميه اللي دقل ينزل تحت المية يعني أنا بهضل حتى ينزل تحت السبعين كمال تمام كويس يبقى السي الدي اللي هي الضايت اللي هي التغزية تغزية آه ومكننا نستفيد بقى في موضوع التغزية دخليها الوحيد والإي اللي هي الرياضة الرياضة تغزية ورياضة آه احنا قلنا اي بي سي دي اي اف اف اللي هي الفلو اوب اللي هي المتابعة متابعة مع الطبيب آه فحص قاع العين كل سنة فحص البول فحص الكوليسترول آه اللي هو الفحوصات الدورية بزبط وفحص الرجل اللي هو ما إلا ذلك بعد كالجي اللي هي الجوليكوز اللي هو السكر فكل مريض السكر لازم يكون عنده جهاز لتحلل السكر وعلى أقل يحلل مرة أو اثنين في اليوم اذا حلل قبل الأكل السكره لازم يكون ما بين السبعين والمئة وتلاتين اذا حلل بعد الأكل بساعتين تلات ساعات يبقى سكره تحت المئة وتلاتين يعني حافظ على النسبة النسبة السكر بتاع الزبط مهم جدا طب يعني احنا طبعا أرجو النفسادة المشاهدين يبقوا واخدين بالهم الحاجات اللي حضراتك قلتها بس أنا بقى بعد ما تطمننا شوية عايزين تطمن أكتر ايه أحدث الأجهزة أو العلاجات أو ما هو الجديد في علاج السكر طبعا اللي موجود في مصر واللي مش موجود في مصر حولك دول بس أنا لسه الـ H والـ I تفضل الـ H أنت تبيها بي سعيد اه تكلمنا فيها اه دلك والـ I لازم الشخص يقول I أنا اللي هعمل الكلام ده صحيح أنا مسؤول عن نفسي أنا مسؤول عن نفسي يبقى عرفنا الـ H و I نتكلم بقى على الأحدث حاجة لعلاج السكر في مصر وبرى مصر أقولك برى مصر لسه ما عرفش حياتي يريد في مصر امتى يريد هو شوف السكر طبعا معروف أنه فيه أنواع كثيرة بالسكر لكن النوعين الأساسيين للسكر اللي هو النوع الأول وده بيجي عادة في السنة الصغيرة وده بيبقى من أمراض المناعة اللي بتضمر خلايا البنكرياس ما عرفش يفرز إنسولين فالعلاج الحديث اللي احنا بنعمله دلوقتي إن احنا بنركب بنكرياس صناعي وإحنا السنة اللي فاتت ركبنا حوالي 450 بنكرياس صناعي البنكرياس صناعي يبارة عن مضخة بتضخ الإنسولين لكن بتضخ أوتوماتيك عن طريق إياس مستمر للسكر في الدم يعني فيه جهاز تاني بيقيس مستمر على مدارة 24 ساعة وتبقى للأرقام اللي الجهاز بيقراها بالظبط يدي كمية إنسولين على قد اللي هو الجسم محتاج بالظبط إذا عيل السكر يدي أكتر إذا نزل السكر يدي قل ممكن يوقف تماما والمريض ما بيتدخلش يعني فيش تدخل من المريض غير بس أن هو يقول أنا حاكل دلوقتي أو أنا أعمل رياضة ودي حاجة موجودة ومتعرف عليها في الدول البرة هي مش موجودة لفي أمريكا مش موجودة في أي دول كمان هي لسه في أمريكا بس وفي السنة دي في آخر أعتقد كمان شهرين فيه جهاز من كريس ناعي أحدث كتير السنة بداية سنة الجاية حيكون فيه جهاز فيه هرمونين هرمون الإنسولين وفيه هرمون بلوكاجون اللي هو لو انخفض السكر انخفض شديد يرفع السكر فده بالنسبة للنوع الأول يعني بيجاج شديد لو طبعا عصت فاصيل نقول لك كتير بالنسبة للنوع التاني احنا أصبح عندنا فهم ضخم جدا لعلاقة السمنة وعلاقة الأكل بالمرض يعني النهاردة نقدر نقول أكل معين ما الشخص يعمله معالجة للسمنة بشكل محدد وإحنا عندنا برامج ضخمة جدا لعلاج السمنة وعلاج السكر من هذا المنطلق بإيجاج شديد كل مرض السكر من نوع الثاني زي النوع الأول نوع الأولاني البنكرياس ما بيفرس إنسولين النوع الثاني بيفرس بس الجسم ما بيستجبش لهذا الإنسولين نحن نسميها مناعة الإنسولين إنسولين ريزيستنس كويس لو أنت حسنت الإنسول ريزيستنس دي وخليت الشخص حساس تاني الإنسولين ممكن كمان يأكس مرض السكر حتى في بداياته بزات في بداياته فأنا لقينا كنا عملنا بحث عندنا في جوزلين ضايبيت السنتر اللي أنا بشتهل فيه وفي سنة 2003 لقينا إن مجرد ما الشخص ينزل في الوزن 7% حساسيته للإنسولين تتحسن بنسبة 57% 7% ده رقم مش كبير 3-4-5 كيلو بالكتير لو أحد أقول 100 كيلو نزل 7 كيلو حساسيته للإنسولين تتحسن بنسبة 57% أنا لما شفت رقم جالي شور لأن ودراسها كاملة واللي تكرارت تاني لدينا نفس الأرقاب دي كافية إنها تعكس السكر في خلال لو كم تشخص في خلال الـ 54% الأول يعني إحنا اللي نقدر عليه دلوقتي إن إحنا نقلل وزن بظبط أي مريض سكر زايد في الوزن عشان ما نلجأش لمضخة الإنسولين أو البنكرياس الصناعي اللي حضرتك بتكلمت عليه هو بنكرياس الصناعي بالذات للنوع الأول النوع الأول ما بقاش دايما زايد في الوزن يعني حاليا يمكن حوالي 50% منهم زايدين في الوزن هو النوع الأول نسبته للنوع الثاني قدي نسبة الأول حوالي 5% 4% إلى 5% نسبة كل مرضى السكر لكن 95% نقدر نقول إنه هو من نوع تاني اللي هو يعالج أو بيتحسن كتير بتقليل الوزن وغذاء الصحي والرياضة والعلاج زاحت ما احنا خلينا نتكلم الأول على الغذاء الصحي لأن الرياضة دي هتلاقي الناس مكسلة وتقول لك ما عنديش وقت فهو اللي يقدر يتحكم فيه أصلا هو الأكل على الأقل بس يبتدي يبتدي بالأكل لا ويمكن لقولهم حاجة على الرياضة سهلة يعملوها في البيت يعملوها دي بقى نصيحة لطيفة بقنا وفيه حاجة سهلة نقوله الرياضة ونقوله الأكل الأول نقوله الرياضة يمكن عشان مناسب الناس لهم تقولهم يعملوا الرياضة يفكر أنه هو لازم يروح جيمنيزيا مرحنة وقوحر ومعنديش وقته على عكس خالص هو الإنسان محتاج ثلاث أنواع من الرياضة الرياضة اللي احنا بسميها رياضة اللي ستريتشنج اللي هي مد عضلات الجسم إنك تمدها وتزود اليونة بتاعتها ومحتاج إيروبك إكسرسايز اللي هي رياضة المفيدة للقلب أو رياضة الحركة ومحتاج الرياضة السترينس اللي هي أسقال أسقال فممكن الشخص يعمل إيه عشر دقايق من كل واحدة يعني يصحى الصبح عشر دقايق مجرد يتمطع عارف تمارين مدرس بتاع زمان يفرد إيديه التحت وإيديه الفوق وإيدي مين مجرد الستريتشنج ده بيحصل ده بيزود الدورة الدموية للعضلة بيمنع الإصابات وبيحسن حركة المفصل وده كلها مهمة جدا لمريض السكر ويجي بعد الظهر يجي بعد الظهر يأكل الغداء يمشي بسرعة عشر دقايق جوه البيت بره البيت عشر دقايق بس وينفق في الليل قاعد قصاد تلفزيون يمسك الستريتش باند دي أو المطاطي أو وزن صغير ما عندهش وزن إذا ستين زيت ولا حاجة في إيده يعني أنا بشوف الحاجات دي بسيطة بس هو عايز الشخص يكون عايز يعمل كده يبقى عنده إرادة لكن هو الوقت قليل والحركة اللي هو يعملها حركة بسيطة لكن يبقى هو بس يقول أنا هعمل الكلام ده هي عشر دقايق بس يعني عشر دقايق عشر دقايق دول تلاتين دقيقة يعني امتين وعشرة دقيقة في الأسبوع النهاردة نبيقول إحنا عايزين يزيد عن مية خمسة وسبعين دقيقة في الأسبوع فهو بيعمل ميتين وعشرة بسهولة وأنا حاول للناس حاجة ظريفة جدا دا كاتر السيكولوجي يقول لك إنت لو عدت حاجة معينة يوميا لمدة ستة وستين يوم هتتحول لهابت هتتحول لأعادة والله يا دكتور يعني اللي حضراتك بتقوله ده دي نصايح بسيطة ومهمة وده اللي يهم الناس تعرفه إن في حاجات بسيطة تقدر تحسن لهم حاجات كتيرة جدا في حياتهم غير مرض السكر كمان لكن تقدر تحسن لهم حاجات كتيرة قوي في حياتهم دكتور احنا اتشرفنا بحضرتك وبنشكرك على المعلومات اللي حضراتك قديتها لنا النهاردة ولسه عندنا يعني حاجات كتير نتكلم فيها إن شاء الله يكون لنا فرصة إن احنا نتكلم مع حضراتك تاني في الموضوع ده الأستاذ الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكر والغضض الصماء في كل الطب هارفرد اطلبوا العلم ولو في الصين ومش بس تطلبوه ولا تتعلموه ده أنتوا تحاولوا تكونوا جزء منه وتسجلوا أسماءكم في كشوف المبدعين والمبتكرين يعني التاريخ لا ينسى العظماء وخصوصا في مجال الطب فقرتنا خلصت بس حلقتنا مستمرة لو سمحتوا استنونا بعد الفاصل أشكركم البليتشينج أو طبيض الأسنان طبيض الأسنان قعد طرق تجميل الأسنان والحقيقة إن فيه مرضى كتير بيطلبوا يعملوا بليتشينج مهم جدا وإحنا بنعمل بليتشينج إن إحنا نستخدم مواد فعالة تقدر تشيل تصبغات الأسنان وفي نفس الوقت تحافظ على المعادن الموجودة في طبقة الميناء لأن المعادن دي مهمة جدا لسلامة وصحة الأسنان مهم جدا بعد ما نعمل بليتشينج إن إحنا نعمل حاجة اسمها ريم نراليزيشن أو إعادة تماعدن لسطح الميناء مهم جدا إن إحنا نأكد على المريض إن مش معنى إن إحنا هنعمل بليتشينج إن إحنا هنفتح لون السنان لدرجة إنه تبقى اللون اللي إحنا بنسميه سنو ويت تيس لإن ده ممكن يأذي طبقة الميناء آخر حاجة نحب نقولها للمريض اللي هيعمل بليتشينج إن إحنا بعد البليتشينج لازم نقلل من السجاير ونقلل كل المشروعات اللي بتساعد على إعادة تصبغ الأسنان علشان نحافظ على أسناننا جميلة لأطول فترة ممكنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة